شكرا لكم من جديد مشاهدينا سنحكي مع ضيف ممثل ومؤلف ومخرج إماراتي من مواليد الشرجة اتجه لمجال الفن مع بداية عام 2000 وشارك بالعديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية والسينمائية من فئة الأفلام الأصيرة كما أنه كاتب مسرحي حائز على جوائز عديدة في مجال التأليف المسرحي وحصل على الجائزة الأولى في الدورة الثانية من مهرجان العين السلمائي عام 2020 في مسابقة السقر الإماراتي القصير كأفضل فيلم عن فيلم نيتين الذي شارك به وشارك في أفلام من الإمارات وله عدة من تجارب إخراجية لأفلام قصيرة ويعد من أهم الكتاب الشباب في الإمارات طبعا بصرنا نستضيف معنا بستوديو دبي هذا الصباح المخرج الممثل والكاتب الإماراتي السيد طلال محمود طلال محمود الحوسني أو طلال محمود لأنه في اسم العائلة الثلاثة ولكن فيه الاسم الفني يلي غالبية المشاهدين بيعرفوك فيه صباح الخير صباح النور في البداية أرحب فيكم وأشكركم على هذه الاستضافة أهلا وسهلا ثاني شي طلال بكل باختصار صح؟ هو طلال دائما حتى يقول لهم أنا لو حدي ناديني مجرد طلال بس طيب طلال طلال بدنا بداية عرفنا المشاهدين نحن عنك طبعا عن إنجازاتك عن الجوائز اللي حصلت عليها عن أبرز الأفلام ولكن إذا بدأ أرجع للبدايات حتى شاب إماراتي يقرر دخول معترك الفن لسيما التمثيل الكتابة والأخراج شو كان الدافع؟ هو الدافع من الطفولة يعني أنا من جيل الثمانينات تربينا على السينما صغنا اثنين يعني حبي للأفلام مشاهدتي للأفلام والمسرحيات القديمة خلتني أدور المتنفس والتحكم بالمسرح عن طريق في البداية في الشارج عن طريق الأستاذ مرعي الحليان نعم فرشح لي كذا مكان ويرشحني على الأساتذة أن روح مثل هنا كذا اللين ما وصلت شفت نفسي فجأة في قاعة مسرح في مهرجان وراح أمثل دور ميت كمبارس يعني دور عفوا؟ ميت فكانت البداية قالوا هذا ميت ولكن صحة عشان يكمل دربه فمشت تمام عمضل المهرجكين عم بخبرنا أنه أول دور لأخوه كان الشجرة إيه هاي جهز يعني الشجرة وميت بعد الشجرة في حياة يعني شجرة أما دور ميت دور صعب ترى أنه كنت تمثل دور ميت على خشنة المسرح أنا بدك دل جامد لفترة طويلة من الزمن ممنوع تأتي أي حركة صح؟ صار عليه ظلام ما بينت أصلاً كان فيه ديكور مغطي عليه وويه للجدار وظهري للجمهور خلص المسرح؟ كمبارس أحدهم طلال طبعاً نعرف أنك أنت ممثل وفي نفس الوقت مخرج ومؤلف الحين خلال نتكلم على طلال الممثل والمؤلف أيهما أقرب إلى قلب طلال؟ ورايك في النصوص اللي موجودة في المجال سواء نصوص درامية نصوص كوميدية وإلى آخرة؟ أنا دايماً أقول حق الناس أني أنا أقسم نفسي في هذه الأقسام يعني أنا طلال اللي يمثل يوم يطلبونه كممثل هو شو يحب طلال يحب يكتب ويخرج أكثر وإخراج نتكلم عن الأفلام أو الصورة أنا ما أحب إخراج المسرح يعني ما صنف نفسي مخرج مسرحي ولكن في الكتابة لأن كل شيء أبي أقوله من حكايات الناس أقدر أقوله وترجمه على خشبة مسرح أو في السينما أو حتى لو أقول فيلم قصير فاللعبة هذه أن أنت تأخذ الحكايات من الناس وتردها لهم بطريقتك فأنا أحب هاي الطريقة فأميل أكثر شيء لأن يكون المخرج المؤلف أو المخرج اللي بيكتب أفلامه ومسرحياته بشكل عام أما رأي أنا لو بتكلم عن رأي أنا في النصوص الدرامية سواء تكلم عن مسلسلات أو السينما عندنا فأحس أنه المفروض نطلع برع الإطار اللي قاعدين نشوفها المكرر حالياً نروح اليوم وين واصلين إحنا في مشاهداتنا شو ياصل نشوف تجارب الآخرين ونسويها بطريقتنا بمعاييرنا إحنا بخطوطنا الحمرة ما تكون في أي صفاف أو جرح للمجتمع أو كذا لا نفكر صح نقدم صح وراح نلقى شريحة كبيرة من المجتمع يشوفنا لأنهم يشوفون حكاياتنا حكايات البيئة إحنا ما قاعد نشوف حكايات البيئة إحنا قاعد نشوف قص ولزق ورق كربون ما العام تتسويه اليوم تسويه بطريقة سواء في السينما أو في الدراما التلفزيونية طيب رح استطرد معك بين مزدوجين عن الخطوط الحمر العديد من الفنانين أو المبدعين بالمجال الفن بيعتبروا أن الخطوط الحمر ممكن تأيدهم كيف ممكن أنت تتعامل مع الخطوط الحمر يلي موضوعة من خلال المجتمع والمبوثات الثقافية بالوقت نفسه تطلق العنين للجانب الإبداعي عندك هي المعادلة السهلة أنت يعني الحدث أو القصة إذا ما تخدم يعني الأشياء التجاوزات هذه إذا ما تخدم القصة بس هي مجرد أشياء نحطها إحنا عشان بس نيب مشاهدات أو نسوي بربقندة على الموضوع ما رح استفيد لا أنا أبي القصة وكل واحد رقيب نفسه في شيء اسمه رقابة ذاتية فأنت لما تقول الحكاية من خلال فيلم أو مسرح أو تلفزيون أنت عارف أنك ما رح تقحم أشياء ما لها داعي إلا للضرورة الدرامية القصوى وحتى هاي تقدر تتحايل عليها دراميا إخراجيا فما رح تأذي المشاهد أصلا نعم نعم طلال خلنا إذا ما نتكلم عن حصولك على الجائزة الأولى في الدورة الثانية من مهرجان العيدة السينمائية خبرنا عن هذه الجائزة وعن فيلم نيتين طبعا بالذال والله هي التجربة يعني أنا بالنسبة لي الجائزة أصلا يتني كصدمة لأن أنا ما توقعت أصلا أن هاي التجربة تطلع للناس يعني هي تجربة خاصة أنا كنت في الهند ناوي أصور فلوغات أكل بعد ما ضعفت يعني قلت أحن بستوي فيها اللي يصور فلوغات فصادف أني أنا تعرفت على طفل عمره سنتين من أطفال الشوارع في بنبي فيوم يأتي في الزيارة الثانية انخطف رحلتي إني أدور على الولد ما عندي شي ثاني في الحياة اكتشفت أنه ما عندي شي ثاني في الحياة غير هالولد اللي غيرني يعني هو غيرني أصلا شخصيتي فاضطرتني أتنقل من مولاية لقرية لكذا لين ما قدرت أييبه ورجع لبنبي وتوثق هالشي بدال ما يتوثق الفلوغ مع الأكل وبعد فترة نصحوني وايدين لازم تسويه قصير بأي شي المهم تقول قصتك لأن قصة صارت إحنا تابعناك من خلال السوشال ميديا وأنت تطيح وتتعب وتقوم وتروح وتنتقل وكذا خلنا نشوفها فخنقول شغل سنتين إليما يعني الباحث وكذا والشغل وهذا لخصتها في 14 دقيقة وشاركت فيه كذا مهرجان الحمد لله يعني قبول من الناس لأنه في النهاية فيلم وثائقي يعني حقيقي نقال عن قضية تمثني أنا وفي نفسك نتناقش قضية إنسانية اللي هي أطفال الشوارع نصلت الضوء عليها على خط جانبي مثل ما يقولون طبعا وبالتالي الجائزة ما لازم تفاجعك بالعكس لأنه الجائزة مستحقة بهيك وضع لأنك لمست العديد من كلوب المشاهدين نحن طبعا كان بودنا يكون للحديث تهتمة ولكن بدنا نشكر بودك معنا طلال محمود الحوسني ممثل مؤلف ومخرج إماراتي وبنتمنى لك كل التوفيق بالأعمال القادمة وإلى المزيد من حصد الجوائز شكرا